مرحبه وردات قلبي شلونكم ان شاء الله تكونوا بخير بجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم يا رب طبعا انا حبيت اشارك معاكم هذا الفيديو لانه اليوم قررت قرار خلص حاسم قررت ان اليوم اتعلم السواقه طبعا بهذا الفيديو جبنا العيد شي 5000 مرة بس الحمدلله رب العالمين والله اتيسرت معاي اخر شي رح ازدمكم بالفيديو هذا لان انا متوقع صراحة انه رح اصل لهاية المرحلة والله ابدا ما كنت متوقعة كنت اقول لحالي بدي دروس كثيرة وبنفس الوقت يعني بدي وقت فشوفوا لي عالقعدة والله انا شوفير اللي ماني شوفير بالله عليكم هالقعدة معبيه مركزي والمان معبيته يا ايبنات والله والله الموضوع جدا مرعب جدا يعني اللي متعلمس واقع رح تفهم علي يعني انه تتعلمين الدبرياج من الفرين من البنزين او المازوت عن جد يعني هاي لحالها بدها مخي يستوعبها فهي انا دعم بلش دا يعلمني الدعسة هايش اسمها الغيار هذا شلون لازم نتحكم بيو الدركسيون شلون لازم نتحكم بيو هاي بنات اصعب شي واجهني بسواقه او بشكل عام انه اتعلم اسواقه اني اخربط بين الفرين والدبرياج عن جدا موضوع جدا جدا صعب يعني هو يقول لي دوسي فرين ادوس دبرياج فالسياره تطير يقول لي وكفي ادوس مازوت فالسياره تطير يا الله قلت اليوم مستحيل مستحيل انعدي يعني انعدي والسياره ترجع وتصير يعني ترجع ساقع البيت بس الحمد لله رب العالمين بس والله يعني اول ما بلشت قلت لحالي راف اهم شي عصابي اهم شي اليوم اعصابي لازم تكون حديد فاول ما طلعت وراء الدركسيون اعصابي ساحت الموضوع جدا صعب حسيت حالي رئيسة شي دوله ورا هالكرسي طبعا انا قبل ما ابلش داع ادعي وقول يا رب يا رب وفقني يا ربي خلي عقلي يستوعب الكلام اللي رح ينقال اللي انه افهم انه انا ايش داع سوي واهم شي يقولوا لك الثقة بالنفس الثقة بالنفسي الاساس انا حاليا ما عندي غرض ثقة بالنفس اما شي ثاني لا الحمد لله المعرفة ولا ولا شي ولا شي الغيار لحنتي بدش تشغلي رجز شوما الغيار فاضل حلو اه 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 امش تسوي شغلين السيارة امسك المفتاح تكة هيش وحدة تكة وحدة تكي 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 النوب 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 لا تكي انو يشتغل هين شوف العظوية هالي اشتغلت تطفي شغلي خلاص شغلي شغلي اي شغلي اي شغلي بعد ان قادích هلا تشغلوا كما comentar اذا الا الوادي شبيع اعمار ايش رجز لق事 جاهز لقلني اني لاي به طلب تقليل جاهز لقيت بصي يهز بصي encontramos شاهز لقيا انه ايال سأضع faktura ادوس لالاخير تمام؟ تعلمت ان اعطيتش النظرة يعني اذا حبيتن بيومنا الايام تتعلم نسواكت السيارة مع انو انا احس حالي اخر حدا بس يعني الحمد الله يعني الحمد الله انو الحقرة تتعلم ندوس عد برياج قبل ما نشغل السيارة بعدين اذا الغيار بدي يكون على الاول مفضل الغيار لا مفضل الغيار ولا ايش عنجد عنجد خربطت ندري المهم عبكم من القيار نشغل المفتاح نشغل اول تشغله بعدين نشغل السيارة مضبوطة ندورها يعني مثل ما يقولون يا الله ايش كد صعب ايش كد صعب ايش كد صعب بنات والله كأنت ام وراعيت بيت الموضوع جدا صعب جوز كالبنت تتعلم بسرعة بس الام صعب تتعلم يعني من ورا الضغوطات والمشاكل واني زيت مرة علي فترة صعبة ومرضانة هنا داعي يقوللي مرة علي ايضحك على ملاوح وجهي شلون ايش مرتعبة وخايفة والله ابحك على حالي نعم ماذا يقول لي يلف لأنه صح المساحة شوية شبيرة دائر ما يدور المساحة هاي كله مثل تقول جبل يعني زراحة السيارة متنة بعيد الشار يا رب اذا كبست الدبريات شي صير توقف السيارة تصير فاضحة واذا دست للأخير؟ اذا شلت للأخير ايه؟ تصير زادة اذا تدعسين مع زود تمشي تسرع فانتي زادة مثلا بطلوع تقدرين شي لأخير بس بدي شين تدعسين شبنانين دعاب بغيار اول تمام ولازم ارخي رجلي عن الدبريات شوي شوي لحتى السيارة تمشي انا خايفة والله خايفة والله العظيم بنات والله الموضوع جدا صعب شوف ان عن جد ملامح وجهي تعطي يعني الخوفة اللي عايشته حاليا وشي انه اخاف انه تروح السيارة وانه احنا يصيبنا شي الموضوع يخوف اكثر من انه انت تريدين تتعلمين فالحمد الله شوف انت راني سايقة بسرعة ها بس الحمد الله انه المساحة شوي شبيرة عاطيتني مجال ان اتعلم ولكان صعب جدا انت تعلمين مكان ما يكون واسع يعني ضروري بدش فسحة تكون شبيرة مشان اذا خربطتي عندش مجال للتراجع بينما تكون المساحة قصيرة رح تخبطين باي شي لا والشي الحلو يا بنات ما شاء الله علي شفير اللهم صلع النبي الله يحميني الله يقويني والله حسدت حالي يعني على كثر ما تعذبت بالبداية شوي شوي يعني خذت يدي صلع النبي اللي يقويني يعني ما شاء الله لا تحسدوني لا تحسدوني بس شوف ان عمر يقول لي يعني اذا صار خطراني احطي دي على هذا فرين الايد هذا فرين الايد يوقف السيارة يعني يوقف السيارة من الوقفة الاضطرارية فاذا صار شي قولياني يعني متمكن من السيارة انتي سوقي ويعلم هالك يعني والحمد لله رب العالمين يا بنات انه عمر بالو طويل ولا كان صعب صعب جدا انه السيارة حتى تمشي معاي بالو طويل يعني علمني شوي شوي بس انا خايفة والخوف ملبكني ومخليني ما استوعب المعلومات اللي دعي يعطيني اياها فالحمد لله هو بالو طويل بهذا الموضوع بس الحمد لله اخر شي سجنة سجنة يا عمي ليش الحمد لله لا والشيال حلو يا بنات ما قلت لتنا الموضوع انه بي واحدة جوزة دعي علمها بنفس المكان انا قلت لعمر قلت لها حزيط خبط بيها وان خبط بيها ويا سلام سلم تروحهم بي انتم الزلم بس صلاة مصالع النبي يعني شفتم بالفيديو اناني سجت شوي بس اكيد ما اقدر اسوق قبل اماكن العامة لانه بدي اتعلم زيادة وبيدي اعضال اه تمرن اكثر من مرة واتعلم اكثر من مرة لحتى يعني خلص هنا اكون قدرت اسوق وان شاء الله يا ربي يعني باقرب وقت يكون طلعنا الشهادة ويجوز نشتري سيارة الرهاض يعني ان شاء الله ان شاء الله نقول يعني ان شاء الله طبعا بعد ما عصابي صارت سايحة ومعد اقدر امشي رجليه نزلت من السيارة والله العظيم رجلي عيرجفن من الخوف ها المعلومة ما صورت بس رح تجيلكم اياه والله نزلت من السيارة يعني مرعوبة فعلا فقلنا خلص ننزل نتمشور شوي هي هاي حديقة شبيرة وبيها المساحة اللي قلت لكم عنها انه مساحة تعليم السواقة فان رحنا عال حديقة بعد ما شوي تعلمت هنا عادنا ننزل بزحليطة هاي بس انا خايفة لا اروح اتكسر الله يا بنات عن جد الاجواء اجواء حلوة حلوة بشكل والدنيا شمس واني هنا الحمد لله الله يكبر العقلي صغر زدال مكبر بس والله يا بنات ليش تشدن ما عشنا الطفولة حلوة يعني خصوصا ما عشلون انو خصوصا تكوني من البنتة شبيرة ما عشت طفولتي مثل الاطفالة حس يعني الحزاني ببلشة عيش طفولتي ومن اليوم رايح بدي اهتم بهاي التفاصيل حتى لو كانت تافة بالنسبة لي ها لحا التعليقات كنا تكتب لي الله يكبرك الله ننزل نزلة جماعية على فكرة بي هاي الزحليطة نفسها بس بي وحدة عالية خفت صراحة هنا جينا علي بيت السنافر سنافر هم يقولون ايه سنافر جينا علي بيتهم لحتى نتصور معاهم شوفوا لي شوفوا لي شوفوا انا لقيت سنفورة جديدة بس ما ما اعرف هاي سنفورة صغيرة بين السنافر تراه يا دوب مبينة هي نملة تحسونها بس هي سنفورة صغيرة جديدة مبلشة تكبر دخلت على بيت السنافر ولا يا دوب اقدر اوقف بس شوفوا ما الله شعور حلو ها لعبات الولادة صغارها ذنب الحديقة غير شكلي غير نجول واحد حسيت هين دعن سوي صور على اساس نقطعها من الفيديو حلوة لم يحلوها حلوة شوفوا هنا البيت يا دوب يعني اقدر اوقف بيه يا همري السنفورة صغيرة شوفوا ما حلاها يوم 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 مكيفة مكيفة مو شمسة الدنيا ودفع والسنفور صغيرة بطولها تقريبا فمكيفة عليهم واني مدفيتها الحمد لله وجوتها بالحيل حلو هين دعن سوي نفس حركتها على اساس ناخدها الصور هاي دعن اقول له ثرية تعتها نسوي نفس الشي نفس الصورة بتحكم الثرية شلو نسويه يشبه كل شي اللي قال الحركة اللي دعن مسويتها الاميرة حقا بعد ما غابت الشموسة صار لازم نروع البيت واخر شي حبينا نزور بيت الشجرة هذا بيت الشجرة عن جد حلوعات الختام ختامت همسك مثل ما يقولون اي راح التوتر بعد ما قعدنا وبزرنا وتشلينا ضلينا لبينا ما غابت الشمس والاجواة عن جد شاعت حلوع الحمد لله رتحت نفسينا أهم شي تعرف ان مرض وزعل ومطعين المطعام ومشاكل يعني مشاكل بشكل عامة خلاص فهالجو غيرنا شوي نفسه عاد خلاص بدنا نروع البيت لانه الجو بلش يبرد يعني الهوى اللي قام يأتي بوز عن جدا اخر شي بردت لعمر خلاص 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 بدنا نروع البيت لانه حاج خلاص خلاص غيرنا جو يعني ما يكفي كفي الحمدلله عدنا الى البيت ومسرورين نعمن ههههههه ههه عن الجد والله هنا الحديقة هاه يقام بنا في الع vigil ما يقدرitol شبا مت ع REAL وين ما تعملنا مجال والله هو الجدد صعب يعني علاو ان يجوز 3 شهر مطالعين من البيت لان شهرين يجوز يعني شهرين مجلي يرغبت على البيت لان تنسو ان تخ versions التعليق ونقولكم باي نحبكم